الشركة بحل شركة الطهر عندها الإمكانيات المادية باش دخل فمشاريع بحال هادي ولا بغنها مقافل ومخشي غسنا ولا بو الدمر غامروا شوية أنا اللي ما فهمتش كيفاش الشركة تقدر تحمل أمونطان بحل هادا اللي كنشوف في لدوفي واش غادي ندخلوا معنا دي زاسوسيئي ولا غادي نبيعوا لناس قبل ما نبنيوه أنا مريد دارسي ندل بخوجي مزيان ولا يمشجعني كتر هو أنه وكان نحن دي لبابا فاشر هاد الأرض يبني عادل مجمع السكاني وأنا قلس هنا باش نحقق المشاريع دي لبابا حيث هو كان أكتر واحد كيعرف المسلحة دي لشركة طهر الله يرحمه سبحان الله العظيم طهر كان ديمة يدويلي على هذا المشترع هذا مرارا والتكرارا وكان الحلم دي له هذا المشترع هذا يتحقق وكيف ما تطلح ده الإخوان دابا الحمد لله الغالي أخذت المشعال وأدي نمشي وجيسكو بوفادلو بخوجي هادا محتى نحققوه اسمح لي يا سيمة دي مش أرض بدا صالح البناء ياه مش دي با اتدرنا السي أنو ورحنا هاد المسألة زعمها ما غديش نكون وردين لها البال اسمعوني اللي يخليكم أنا دي جاراني دويت مع الإكسبير والإنجينيور دي لنا والخبراء دي لنا دالوا الخبرة دي لهم على الأرض وأكدوا لنا بإلا هاد الأرض هدي صالح للبناء وممكن نبدو البني دي لنا من غدا إذا الأمور دي لنا الإخوان مضبوطة يعني إلى 100% ما عدنا بناش نخافه ده با كي بالي يبلي كل شي موافق باش مدول مشروع جديد دي لنا طهر فاميلي بيانسوع كل شي موافق لأن كل واحد كينفاد الاجتماع هذا هدي كنت يبغي الخير لهذه الأصوصية تيهدي